محاولات الكهربية او جهاز او معدة كهربية كهرومغناطيسية بتعمل على تحويل او نقل القدرة الكهربية من محطات التوليد الى شبكات التوزيع وكمان بتشتغل او بتستخدم في رفع او خفض الجهد او الطيار كمان اتكلمنا عن التركيب وقلنا ان التركيب للمحاول الكهرابي بيتكون من جزئين رئيسيين لغين عنهم اللي هم القلب الحديدي والملفات وقلنا ان القلب الحديدي كان بيبقى مصنوع من الصلب السيليكوني او رقائق من الصلب السيليكوني مجمعة ومضغوطة ومعزولة مجمعة مع بعضها ومعزولة بالورنيش للتقليل من الطائرات الدرمية او الاعصارية وكنا بنقول ان شكل الشرائح او الرقائق دي كان بيختلف من محاول لمحاول حسب الاستخدام وحسب عدد الاوجه كمان اتكلمنا عن الملفات وقلنا ان الملفات عندي ده ملف ابتدائي وملف ثانوي وقلنا ان الملف الابتدائي بنعرفه لانه هو الملف المتصل بالمصدر تمام؟ الملف الابتدائي هو اللي بيبقى متصل بالمصدر والملف الثانوي هو المتصل بالحمل ايا كان المحاول خافض او رافع الملف الابتدائي متصل بالمصدر والملف الثانوي متصل بالحمل بعد كده اتكلمنا عن المحول الذاتي او المحول النفسي وقلنا ان هو ما بيفرقش كتير عن المحول العادي نفس الاستخدام بالنسبة للمحول العادي التركيب برضو قلب حديدي والملفات ولكن بيختلف انه الملفات اللي كنا بنقول عليها ملف ابتدائي وملف سينوي كان ملفين معزولين عن بعض ومعزولين عن القلب الحديدي في المحول العادي هنا اتكلمنا عن المحول الذاتي وقلنا انه هو ملف واحد بيتم اغز نقطة منتصف منه بحيث انه نقطة البداية او طرف الاطراف الملف ككل دي بتبقى ملفات الجهد العالي وعند النقطة اللي بنسحبها منه من المنتصف او من اي نقطة حسب الجهد اللي احنا عايزينه او محتاجينه ده بيكون طرف الملف الثانوي وقلنا مميزاته وعيوبه انه مميزاته كانت قلت النحاس المستخدم وبالتالي كنا بنقلل في المفقيد النحاسية وايضا طالما قللنا في المفقيد النحاسية رفعنا في كفاءة المحول بعد كده اتكلمنا عن محولات القدرة وقلنا ان محولات القدرة ما تفرقش عن المحول العادي هي محول عادي قلب حديدي وملفات وقلنا التركيب بتاعها جزء خارجي وجزء داخلي والجزء الخارجي كان بيبقى فيه الوعاء الزيت ووعاء التمدد وانبيب التمدد واجهزة الوقاية والحماية الجزء الداخلي للمحول او محول القدرة كنا بنتكلم عن ان هو بيحتوي على القلب الحديدي والملفات واطراف التوصيل وقلنا اطراف التوصيل دي كان فيها اطراف توصيل جهد مقافض واطراف توصيل جهد عادي نهاردة ان شاء الله نبدأ حلقتنا بسؤال كده مع بعض نفكر نفسنا بالقلب الحديدي هو القلب الحديدي وظفته ايه فايدته ايه عايزين سؤال كده كل الاسئلة اللي هنقولها مع بعض نكتبها مع بعض كده ونبدأ نحلها مع بعض بسرعة ونستنى الاجابات بتاعتنا نشوف احنا شغالين صح ولا غلط هو السؤال بيقول لي نشوف مع بعض اذكر فائدة القلب الحديدي في المحولات الكهربية القلب الحديدي فايدته ايه قال لي ان القلب الحديدي فايدته اول فايدة ليه هي حمل وتكسيف المجال المغناطيسي في دوائر مغناطيسية الفايدة التانية حمل الملفات الابتدائية والسانوية والاطراف العزلة يعني احنا كنا بنقول او النقطة الاولى بتقول لي ان هو تكسيف المجال المغناطيسي لان احنا كان القلب الحديدي بالنسبالي هو مش دائري الشكل هو فيه انواع دائرية الشكل اه ولكن القلب الحديدي بالنسبالي كان على شكل مستطيل تمام سواء زرعين يشتغل وجه واحد او تلت ازرع يشتغل وجه واحد وسلسل اوجه كان المجال المغناطيسي وده هنشوفه لاحقا في شغلنا دلوقتي لما دي نصنف المحولات من حيث القلب الحديدي وعدد الدوائر المغناطيسية للقلب الحديدي او نوع المحول حسب عدد الدوائر المغناطيسية والقلب الحديدي فكان المجال المغناطيسي كان بيطلع بشكل دائري ابتداء من الملف الابتدائي يمر فيه طيار فينشأ مجال يمر بشكل دائري كده في القلب الحديدي يقطع لفات الملف الثانوي فكان فايدة القلب الحديدي انه هيجمع لي المجال المغناطيسي في شكل دائري الفايدة التانية احنا قلنا انه بيسبت لي او حمل الملفات الملف الابتدائي والملف الثانوي على كلا الزراعين او الجانبين يبقى ده كده اول سؤال اتكلمنا فيه واول نقطة نفتكر بيها كنا بنقول ايه عن القلب الحديدي بعد كده عندنا ايه طرق توصيل ارجل القلب الحديدي بالهيكل الرئيسي نشوف مع بعض هنا بيقول لي اول طريقة عندي اللي هي بواسطة الوصلات السطحية الطريقة التانية بواسطة وصلة متدخلة يعني ايه يعني انا عندي القلب الحديدي زي ما قلنا المرة اللي فاتت ووضحناها كده على تلت اصابع دول قلنا ايه ايه دي ازرع القلب الحديدي كنا بنجيب طبعا حرف ايه صح كده قلنا ان من ضمن اشكال رقائق القلب الحديدي او شرائح القلب الحديدي كانت بتبقى على شكل حرف ايه حرف ايه ده كنا بنجيب له حرف ايه من فوق يتحط عليه كده صح كده طيب عندي مشكلة انا هجمعهم ازاي قال لي عندك طريقتين الوصلة السطحية والوصلة المتدخلة تمام كده الوصلة السطحية تبقى مميزتها ايه وعيوبها ايه وتستخدم فين قال لي ان الوصلة السطحية نشوف مع بعض اولا بوسطة الوصلة السطحية قال لي ان الوصلة السطحية دي تستخدم هذه الطريقة في المحولات الكبيرة تستخدم هذه الطريقة في المحولات الكبيرة اللي هي كبيرة القدرة وتمتاز بسهولة الفك والتركيب سهل اوي ان احنا نفك القلب الحديدي في طريقة الوصلة السطحية طيب لكن في مجموعة من العيوب تسبب لي مشاكل كبيرة اوي واحنا قلنا نوهنا عنها في الحلقة السابقة بخصوص المجال المغناطيسي المتسرب لما شرحنا الدائرة المكافأة للمحول العيوب عندي ايه رقم واحد يحدث صغرة هوائية بين ارجل القلب والهيكل ينتج عنها طانين سط طانين كده مزعج يعني النقطة التانية تصرب جزء من خطوط المجال المغناطيسي النقطة التالتة تركيز المجال المغناطيسي عند الوصلة فينشأ عنه درجة حرارة عالية تسبب انصهار القلب يعني ايه الكلام دوت يعني انا لما وضحت لك دلوقتي على تلتة اصابع وقلت لك انه شكل القلب الحديدي لو هو تلتة ازرع هيبقى بشكل حرف اي ومنحط عليه من فوق الحرف اي وبالتالي بيديني يعني خليك معايا كده بيديني ايه انه مكان حرف اي اللي تحط ده بيديني فراغ او صغرة هوائية احنا ممكن ما نشوفهاش ولكن ان هي بتديني تصرب او بتسبب تصرب للمجال المغناطيسي من الصغرات او الفراغات اللي موجودة او نقاط الاتصال في القلب الحديدي اللي موجودة تمام يبقى هي بتصرب المجال المغناطيسي او من عيوبها ان بيحدث تصرب للمجال المغناطيسي كمان ايه المشكلة انه نتيجة ان التلات ازرع محطوط عليهم حرف اي الاهتزاز بتاعهم هيحصل المجال المغناطيسي لما يمر هيعمل هزة في الحفظة اللي بتتحط فوق الحرف اي مع الازرع التلاتة ودي انت ممكن تشوفها في شنطة المحولات اللي موجودة عندك في القسم او الورشة عندك هتلاقي لما تجرب او توصل المحول الكهرابي وانت بتبني محول خافض او رافع وتيجي توصله الطيار في الملف الابتدائي بمجرد ما بتوصله الطيار وانت طبعا تحط الحفظة اللي فوق اللي هي على شكل حرف اي بتسمع صوت طنة او طنين موجود فين في القلب الحديدي هي مش في الملفات هي نتيجة ايه ان في اهتزاز ما بين الحفظة اللي فوق اللي هي حرف اي تمام مع الارجل بتاعت او القلب الحديدي تمام كده بيديني صوت طنين طب المشكلة التانية اللي تعمل لي يعني عقبة كبيرة اللي هي ايه تعمل لي عقبة في التبريد اللي هي ايه المكان اللي هيحدث فيه تصرب للمجال المغناطيسي المكان ده هيتجمع فيه درجة حرارة او هينشأ فيه درجة حرارة عالية تسبب لي مشاكل في النقطة دي علشان كده قال لي في النقطة الاخيرة تركيز المجال عند الوصلة في مكان الوصلة دي هينشأ عنه ارتفاع في درجة الحرارة طب ورهينا رسمة كده يا مستر نشوفها نتخيل مع بعض اه 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 شكل الوصلة هي باقي نشوف مع بعض هنا ده شكل الوصلة اللي قدامي والوصلة دي بيقول لي انه ادي عندي الزراع اللي تحت ده الزراع اللي تحت ده واتزراع القلب الحديدي ودي الحفظة او حرف اي اللي احنا بنقول عليه لو تلاحظ مفيش تداخل ده هم جابوا الحفظة اللي فوقت حطت عليها على طول لو تلاحظ مفيش تداخل عكس الصورة التانية اللي هنشوفها في الطريقة التانية مفيش تداخل موجود هنا يعني ايه يعني الفراغ او الجزء اللي هو التلامس اللي هنا ده هو اللي هيسبب لي صوت الطنين اللي هيحصل هو اللي هيسبب لي النقطة التانية تصرب المجال المغناطيسي من هنا من مكان الوصلة هو اللي هيسبب لي انه تركيز المجال المغناطيسي في مكان الوصلة ده هيسبب لي ارتفاع في درجة الحرارة في القلب الحديدي يبقى دي عيوب طريقة الوصلة السطحية طريقة تانية بواسطة وصلة متداخلة بواسطة وصلة متداخلة ودي معناها ان شرائح القلب الحديدي حتتداخل مع بعض معناها ان شرائح القلب الحديدي هيحصل بينها تداخل طيب مميزاتها ايه وانشوف صورة لها برضو توضح لي النقطة دي مميزاتها انه تنقص التصرب المغناطيسي مش هيبقى فيه مجال مغناطيسي متسرب النقطة التانية تقلل المقاومة المغناطيسية طبيعي لان المجال المغناطيسي المتسرب قل فبالتالي المقاومة المغناطيسية قلت النقطة التالتة تزيد الاتزان الديناميكي يعني ايه نشوف الصورة دي كده مع بعض والصورة دي بتوضح لي شايف هنا ادي رقيقة او رقاقة واحدة من القلب الحديدي وهنا يعني لو تلاحظ التداخل بين رقائق القلب الحديدي تمام وإيه اللي حصل بواسطة مصمر برشام او طريقة ربط معينة حصل ربط كل الرقائق دي مع بعضها النتيجة ايه يا شباب النتيجة انه حصل تداخل بين رقائق القلب الحديدي يعني ايه طب وضححنا كده يا مستر زي ما وضحتنا بالتلت سوابع كده وقلنا انه القلب الحديدي والحفظة لو اعتبرنا انه ده شكل القلب الحديدي على شكل حرف اي تمام هجيب تاني رقائق على حرف ايه بص كده واندخلهم او يتعشقوا عكس بعض يعني انا حطيت دول كده هحط دول كده تمام ده هيعمل لي تداخل بين رقائق القلب الحديدي تمام كده هيعمل لي تداخل بين رقائق القلب الحديدي هيبقى فيه مجال او صغرة ان المجال المغناطيسي يتصرب للخارج لا وتالما المجال المغناطيسي ما تصربش للخارج من سطح الوصلة يبقى ما فيش درجة حرارة حتنشأ في المكان او مكان التصرب للمجال المغناطيسي ده ها واضحة كده طيب يعني ايه اتزان ديناميكي يعني ايه يسبب اتزان ديناميكي صوت الطنة او الطنين اللي انت كنت بتسمعه لما هتوصل القلب الحديدي لا انت هنا مش هتسمع صوت طنين ليه لانه فيه تداخل ما بين الرقائق وبعضها وكمان انا عندي بواسطة مصامير برشام او وسيلة ربط ربطنا كل القلب الحديدي شرائح القلب الحديدي ربطناها مع بعض فبالتالي مش هنسمع صوت طنين او يحصل تصرب للمجال المغناطيسي او انه زيادة ضررة الحرارة في النقطة او نقطة التلامس او سطح التلامس طيب نشوف مع بعض تاني عندي انواع القلب الحديدي من حيث عدد الدوائر المغناطيسية جميل مش دي احنا نوهنا عنها من شوية وقلنا ان لما نيجي نتكلم في انواع القلب الحديدي او انواع المحولات من حيث القلب الحديدي قلنا ان احنا هنشوف ان فيه قلب حديدي زو دائرة مغناطيسية واحدة وقلب حديدي زو دائرتين مغناطيسيتين تعال نشوف مع بعض كده يبا النوع الاول أنواع القلب الحديدي من حيث عدد الدوائر المغناطيسية قلب داخلي أو قلب حديدي داخلي وقلب حديدي خارجي طب أنا عايز أشوف شكل أو رسمة أو صورة توضح لي الكلام ده لأنه السؤال لما يجي في الامتحان هو ممكن يقول لي أذكر أنواع القلب الحديدي من حيث عدد الدوائر المغناطيسية أو ممكن يقول لي وضح بالرسم أنواع القلب الحديدي من حيث عدد الدوائر المغناطيسية يبقى لو قال لي أذكر إحنا فهمنا النقطة دي هقول له رقم واحد ورقم اثنين قلب حديدي داخلي وقلب حديدي خارجي لكن لو قال لي أشرح يبقى هروح أقول له الأنواع وأمسك كل نوع أشرحه وأرسم له الرسمة بتاعته يبقى النوع الأول قلب داخلي أو قلب حديدي داخلي اللي هو بيديني دائرة مغناطيسية واحدة طيب إزاي قال لي هنا الملفات بتلف حول القلب الحديدي بعد العزل ويكون ذو دائرة مغناطيسية واحدة يعني أن الملفات هنا تلف حول القلب الحديدي ده جميل كل القلب الحديدي وكل الملفات الملفات هتبقى ملفوفة حول القلب الحديدي ولكن هيديني دائرة مغناطيسية واحدة مميزاتها إيه ونشوف الشكل مع بعض سهولة عزل الملفات عن القلب ولذلك فإنه يستخدم في الجهود العالية يبقى النوع ده هيستخدم في الجهود العالية ورين يا مستر الشكل اللي هرسمه أو شكل القلب الحديدي اللي هرسمه هو ده القلب الحديدي اللي هنرسمه هواحد يقول لي يا مستر هي إيه الخطوط الشرط دي هقول لك دي خطوط المجال المغناطيسي خد بالك هو قال لك قلب داخلي صح كده قلب حديدي داخلي يعني ايه يعني المجال المغناطيسي هيشكل لي دائرة مغناطيسية واحدة يعني ايه برضو يعني كل زراع من دول هيبقى عليه ملف تمام كده كل زراع من دول هيكون عليه ايه ملف يبقى ده النوع اللي هو قلب حديدي داخلي تمام طيب النوع التاني قلب حديدي خارجي هيدي لي دائرتين مغناطيسيتين طيب يعني ايه برضو قال لي هنا يتكون القلب من ثلاثة أزرع ويحتوي على دائرتين مغناطيسيتين وهنشوف ونوضح الكلام ده مع بعض وتلف الملفات حول الزراع الأوسط وبذلك يغطى القلب الحديدي الملفات ويرعى أن تكون مساحة الزراع الأوسط ضعف مساحة الزراع الخارجي ودي نقطة مهمة أوي طيب سؤال شافوي كده وانت في القسم أو في العمل هيقول لك إيه هو ليه الزراع الأوسط للقلب الحديدي بيكون مساحة مقطعه أو مساحته أكبر من الزراع الخارجي يعني قده مرتين قال لي لأنه بيمر فيه المجال المغناطيسي دائرتين للمجال المغناطيسي تمام وده هنشوفه مع بعض طب تعالي نشوف كده مع بعض لقيته بيوريني الشكل ده وبيقول لي أن ده شكل قلب حديدي أمال فين يا مستر الدائرتين المغناطيسيتين الدوائر أو الشكل اللي انت شايفه خط شرط ده زي ما اتفقنا ده شكل مين يا شباب المجال المغناطيسي تمام كده ده شكل مغناطيسي زراع الأوسط اللي هنا ده ده مساحته بص قد الزراعين الخارجيين تمام كده مساحة الزراع الأوسط تساوي مساحة الزراعين الخارجيين تمام ليه لأنه خطوط المجال المغناطيسي بتمر هنا واحدة بتروح ناحية اليسار وخط مجال أو مجال مغناطيسي بيروح لليمين اتجاه الزراع اللي على اليمين والآخر على اليسار يبقى علشان كده فهمنا أنه مساحة الزراع الأوسط ليه أكبر من أو تساوي مساحة الزراعين الخارجيين طيب علل يفضل أن يكون مقطع القلب الحديدي مستدير يعني إيه؟ يعني أنا عندي القلب الحديدي ده ليه يفضل أنه يكون بشكل دائري؟ ليه أنه ما يبقاش بشكل مضلع أو الشكل اللي احنا متعودين عليه اللي هو بيبقى شكل مضلع كده؟ ليه؟ قال لي لأنه الحالة الأولى أو الميزة الأولى أنه بيقلل لي فيه مساحة أو كمية النحاس أو الملف اللي أنا هستخدمه السلك النحاس اللي هلفه بيقلل لي فيه كمية النحاس المستخدمة وطالما قللت فيه عدد أو عدد اللفات طالما قللت فيه يبقى كمان قريدي على طول كده قللنا فيه المادة العزلة تمام كده؟ تعال نشوف مع بعض كده رقم واحد اللي جابت السؤال ده وزي ما اتفقنا اكتب كل الأسئلة اللي احنا بنقولها بتتكرر فيه الامتحانات يبقى السؤال معايا بيقول يفضل أن يكون مقطع القلب الحديدي مستدير ليه بقى؟ رقم واحد يوفر فيه وزن سلك النحاس يعني السلك اللي أنا هلفه كمية السلك اللي هستخدمها في الملف بتكون قليلة النقطة التانية طالما قللت فيه وزن سلك النحاس يبقى اوتوماتيك على طول كمية العزل او ورق العزل اللي هو البرسبان او ورق العزل اللي انت بتحطه ايا كان طبقة العزل اللي بتحطها بتقلي لان انا قللت في ايه في وزن سلك النحاس وهفكرك دلوقتي ازاي هنربطهم مع بعض وربطناهم مع بعض قبل كده النقطة التالتة يزيد من جودة المحول وتنظيمه برضو قلنا في حلقة سابقة انه المحول الذاتي كان ايه اللي بيميزه يا شباب كان اللي بيميزه ان كمية النحاس المستخدمة قليلة تمام وبالتالي جودة المحول بتزيد وكفاقته بتزيد ليه لاني قللت كمية النحاس وبالتالي قللت في قيمة المفقيد النحاسية نفس الكلام هنا لما يبقى القلب الحديدي زراعه على شكل دائري او مستدير فانا قللت في كمية النحاس او وزن النحاس اللي انا استخدمته تمام كده ولما قللت في وزن النحاس برضو المفقيد النحاسية قلت وبناء عليه كمية العزل المستخدم حتقل لاني افتكر في الحلقة السابقة برضو قلنا ايه قلنا مساحة المقطع والجهد والجهد اللي وقع على اطراف الموصل او الملف والطيار اللي مر في الملف برافو عليكم يبقى انا قللت في كمية النحاس يبقى قللت في كل العوامل دي كلها تمام وبالتالي كمية العزل المستخدم هتكون اقل تمام يبقى كده ايه التلات نقط اللي هو ليه علل لماذا يفضل تصنيع القلب الحديدي بشكل مستدير ليه لاني بقلل في وزن السلك المستخدم وزن النحاس كمان بقلل في طبقة المادة العزلة كمان انه بيزود لي جودة المحول وكفاقته طيب طرق وضع الملفات في القلب الحديدي او حول القلب الحديدي انا عندي تلات طرق مهمين قوي لابد ان انت تبقى فهمهم كويس عندي طريقة اللف المركزي واللف المركزي دي يا شباب حنقولهم بسرعة مع بعض كده بس انا يهمني انك تبقى متخيل شكل الملفات عامل ازاي اللف المركزي هنا اللي هو المحول اللي انت بتشوفه العادي المحول اللي موجود في شاحن الموبايل المحول اللي موجود عندك في شنطة المحولات اللي انت بتكون منها المحول في القسم عندك او الورشة عندي هنا اللف المركزي بيكون اللف متمركز حول مين يا شباب حول الزراع او الزراعين الخارجية تمام طيب الطريقة التانية اللف المركزي المنقسم وهنا بيكون اللف بيتم او عملية لف الملف هنا بيتم تقسيم القلب او الملف على الازرع وبحيث انه اعمل عملية تقسيم للملفات حول القلب الحديدي النوع التالت الطريقة التشتيرية اللي بيقولوا عليها ساندوتش بيحصل ايه? بيحصل في الطريقة دي ان انا بلف الملف عندي بشكل مخدات يعني ايه بشكل مخدات دي? ان انا بلف الملف بتاعي بشكل دائري و احطه بشكل ارس كده و ابدأ انزل الارس اللي انا لفيته ارس الملف اللي انا عملته ينزل على زراع القلب الحديدي تمام? طيب الطريقة التانية او اكمل ازاي هجيب الملف اللي بعده الملف اللي بعده او الملف التاني اللي هيتحط بعده هعمل ايه هلفه برضو بشكل دائري زي القرس كده وابدأ اركبه في الزراع برضو الاوسط لالقلب الحديدي طيب هو مين هيبقى الملف الابتدائي ومين هيبقى الملف الثانوي حسب ما انت عاوز هل المحول خافض هل المحول غافع يبقى انت هتاخد وتشكل الملفات دي بحيث انه هيبقى نوع منهم متصل مع بعض ويكون الملف الابتدائي والنوع التاني او اللفات التانية او الاقراص التانية من الملفات دي هتكون هي متوصلة مع بعضها برضو وتديني الملف الثانوي للمحول طيب انواع المحولات او محولات القدرة من حيث الاستخدام انا عندي المحولات دي بستخدمها في ايه حضرتك يا مستر قلتلنا في او لو تفتكروا معانا قلنا ايه قلنا ان المحول انا بستخدمه في نقل القدرة الكهربية من محطات التوليد الى شبكات التوزيع والمستهلكين يبقى رقم واحد محولات قدرة بص ارجع للتعريف بقى صح كده نرجع للتعريف مع بعض طب النوع التاني حضرتك يا مستر برضو قلتلنا انه بيستخدم في خفض او رفع الجهد او الطيار صح كده يبقى في عندي محولات جهد ومحولات طيار طيب هو اجهزة القياس لما تكلمنا في مادة القياسات الكهربية وقلنا ومادة الرسم الهندسي او الرسم الفني احنا بص بنربط كل المواد مع بعضها اما تكلمنا في مادة الرسم الفني وكنا بنرسم اللوحة اللي هي الخاصة باجهزة القياس في اول جزء خدته في الرسم كنا بنحط ايه مع اجهزة قياس الجهد كنا بنحط محول جهد واجهزة قياس الطيار كنا بنحط لها محول طيار صح كده يبقى انا علشان كده قلت في محول جهد ومحول طيار وممكن نقول بشكل تاني محولات اجهزة قياس تمام كده ممكن نقول ايه محولات اجهزة قياس طب في محولات تاني ايوة انت بتشوف في قسم اللحام او قسم الميكانيكا او في رجل اللحام اللي موجودة والخلاطة اللي موجودة في الشارع في المنطقة عندك هتلاقي مكنة اللحام وكلنا عارفين مكنة اللحام دي فيها هو بيقولك فيها ترانس كبير صح كده هي فيها محول والمحول ده رافع للطيار خافض للجهد رافع لمين للطيار يبقى اسمه مش هنقول بقى محول رافع للطيار او خافض للجهد لأ اسمه محولات لحام تمام افران الحديد في مصنع الحديد والصلب اللي بتوصل الحديد انه دارة انصهار او بتوصل الحديد بدرجة حرارة لحد انه هو ينصهر دي اسمها محولات افران يبقى احنا كده تخيلنا مع بعض انواع المحولات اللي موجودة من حيث الاستخدام تعال نشوف مع بعض كده اول نوع عندي ايه قال لي اول نوع هو محولات القدرة تمام تاني نوع محولات اجهزة قياس وقلنا طبعا محولات اجهزة قياس دي نحط تحتها كده ايه محولات الطيار ومحولات الجهد محولات الافران وقلنا ده زي المحولات او هي المحولات اللي بتستخدم في مصانع الحديد والصلب طيب تعال نتكلم عن نوع نوع قال لي محولات القدرة هي ايه محولات القدرة قال لي ان محولات القدرة دي تستخدم في نقل وتوزيع الطاقة الكهربية ويتوقف حجمها وطرق تبردها خد بالك ويتوقف حجمها وطرق تبردها على القدرة المصممة عليها هذه المحولات يبقى المحولات دي لابد ان انت تاخد في بالك انه لابد من تبريد المحولات وده اللي هنشوفه مع بعض لاحقا واحنا شغالين يبقى دي محولات القدرة طيب محولات اجهزة القياس محولات اجهزة القياس احنا قلنا ان احنا بنركبها او بنثبتها على الفزات ونوصلها على الفزات سواء توالي كمحول طيار او توازي كمحول جهد علشان تخفض الجهد او الطيار بما يتناسب مع الملفات الداخلية لاجهزة القياس يبقى هنا هي محولات تستخدم مع اجهزة القياس لكي يمكن قياس الجهود والطيارات العالية بواسطة تخفيض هذه الجهود والطيارات الى القيم التي يمكن ان تتفاعل معها اجهزة القياس بامان تمام طيب النوع اللي بعد كده محولات الافران ومحولات الافران احنا قلنا فكرة عنها هنا بتستخدم للافران الكهربية محولات القدرة الكهربية لتحويل الجهود العالية والطيارات الصغيرة الى جهود منخفضة اقل من ميت فولت تمام وطيارات عالية جدا تصل الى عشر تلاف امبير ليه يا فندم ليه الطيار بيعلى او كده قال لي لانه احنا محتاجين ان لما الطيار يعلى حيرفع درجة حرارة الحديد ويوصلوا الى درجة الانصهار وبالتالي يقدر يعمل عملية صهر للحديد في افران الحديد طيب جزء مهم تاني هنتكلم فيه وهو طرق توصيل ملفات محولات القدرة سلسية الارجه ودي انا عندي طرق مختلفة وطرق عديدة في توصيل ملفات المحولات محولات القدرة سلسية الارجه ولو تفتكر في الباب الاول اتكلمنا عن طريقتين لتوصيل انظمة او انظمة التوصيل لعمل انظمة التوصيل برافع عليك انا سامع اللي بيقول محولات او طريقة اللف نجمة او ستار وطريقة اللف دلتا او اللف المسلسي طيب هم دول النظامين اللي موجودين ولكن انا عندي في طرق لف المحولات الكهربية ممكن اعمل التوصيلتين يعني ايه طيب التوصيلات دي اولا خلينا نتفق ان هي مش هتكون لمحولات الوجه الواحد دي هتكون لمحولات القدرة سلسية الارجه خليك فاكر الكلام ده طرق التوصيل عمرها ما هتروح نحية محولات الوجه الواحد ومال ايه يا مستر لأ دي هتبقى نحية محولات القدرة الكهربية سلسية الارجه يعني انا هوصل الملف الابتدائي مع الملف السانوي يا مستر نجمة ودلتا لأ مش ممكن لان احنا قلنا افتكر كده الملف الابتدائي والملف السانوي والقلب الحديدي معزولين عن بعض عزلان كهربية ها فاكرين الكلام ده قلنا في حلقة سابقة يبقى هنا المحول او الملف الابتدائي والملف السانوي طبعا مش هيبقى فيه اتصال كهرابي ما بينهم ولكن انا عندي الملف الابتدائي والملف السانوي احنا بنتكلم عن ايه يا فندم مش بنتكلم عن سلاسي الأوجو أيوة بنتكلم عن سلاسي الأوجو وفي زاوية ما بينهم أو كل ملف من دول هيتولد فيه قوة دفعة كهربية برافو هيتولد فيه قوة دفعة كهربية الزاوية ما بينهم كان 120 درجة صح؟ نفس اللي كنا بنقوله في الباب الأول طيب يبقى الملفات اللي عندي هتبقى كل وجه صح كده هيتوصل يعني الملف الابتدائي للتلتة أوجو طبعا داخله تلتة فاز والملف الثانوي هيخرج منه الثلاثة فاز بتوعه يبقى عندي ثلاث ملفات يتم توصيلهم نجمة يتم توصيلهم دلتة ممكن أوصل الملفين نجمة نجمة واركز بقى في اللي هنقوله ده ممكن أوصل الملفين اللي ابتدائي نجمة والسانوي نجمة وتبقى الطريقة اسمها طريقة التوصيل نجمة نجمة طب الطريقة التانية اللي ممكن تروح على الملف اللي ابتدائي توصله دلتة والثانوي توصله دلتا وتبقى الطريقة اسمها طريقة التوصيل دلتا دلتا يبقى الملفين اللي ابتدائي متصل دلتا والثانوي متصل دلتا طب الطريقة الثالثة فيه ثالثة؟ آه الثالثة ايه بقى؟ اللي ممكن نوصل اللي ابتدائي بطريقة النجمة والثانوي نوصله بطريقة الدلتا ده حسب استخدام معين وهنقوله هنقول كل طريقة هنشرحها ازاي الطريقة الرابعة ممكن نوصل الابتدائي دلتا والثانوي نجمة ويبقى الطريقة اسمها طريقة التوصيل دلتا نجمة صح كده؟ عندي طريقة الخامسة بقى ودي طريقة مختلفة شوية اسمها نجمة زجزاج يعني بيتم توصيل الملف الابتدائي نجمة والملف الثانوي زجزاج يعني نص الملف الثانوي ده هيتقسم نصين وهيتعمل له تجهيزة معينة في طريقة التوصيل بتاعته هنقولها لما نيجي عندها دلوقتي تمام؟ يبقى اول طريقة عندنا نشوف كده مع بعض بيقول لي ايه تنقسم طرق توصيل ملفات محولات القدرة سلاسية الارجوه الى الاتي ايه هما؟ توصيلة نجمة نجمة الطريقة التانية توصيلة دلتا دلتا التالتة نجمة دلتا وعندي توصيلة دلتا نجمة تمام؟ خد بالك هي بتتعكس مرة نجمة دلتا ومرة دلتا نجمة الطريقة الخامسة توصيلة النجمة زجزاج او طريقة التوصيل نجمة زجزاج طيب احنا محتاجين نتكلم عن كل طريقة لوحدها يا مستر ونشوف الرسمة بتاعتها علشان السؤال لما هيجيلك في النقطة دي هيقول لك اشرح بالرسم طريقة التوصيل نجمة دلتا مع ذكر مميزات وعيوب ونسبة التحويل للتوصيلة تمام كده؟ طيب توصيلة نجمة نجمة توصيلة نجمة نجمة دي قلنا ان الملف اللي ابتدائي هيتم توصيله بشكل النجمة والملف الثانوي هيتم توصيله بشكل نجمة يعني ايه؟ يتم توصيل كل من الملف الابتدائي والملف الثانوي على شكل نجمة وتكون زوية الوجه بينهم صفر ويكون رقم المجموعة اتناشر او صفر وتكون نسبة التحويل كام خد بالك ان واحد على ان اتنين تساوي في واحد على في اتنين او الاي واحد على اتنين تمام؟ طيب طيب الشكل بتاعها قال لي ادي تلات ملفات ملف الوجه الاول وملف الوجه التاني وملف الوجه التالت للملف اللي ابتدائي عملنا فيهم ايه؟ جمعنا نهايتهم في نقطة وبقت هي توصيلة النجمة زي ما كنا بنقولها في الباب الاول طيب الملف الثانوي تلات ملفات برضو جمعنا بدايتهم في نقطة واطرافهم هنا التلات اطراف دول هم اطراف الدك للمحول والتلات اطراف اللي تحت هم اطراف الخرج للمحول تمام يا شباب؟ يبقى دي كده طريقة توصيلة النجمة نجمة طب مميزاتها واعيوبها مميزات توصيلة نجمة نجمة قال لي ان التوصيلة دي اقتصادية في دوائر الجهد العالي تمام كده؟ اقتصادية في دوائر الجهد العالي لانه من ضمن مميزات توصيلات النجمة انه كمية النحاس المستخدم اقل وكمية العزل المستخدم اقل فعلشان كده قال لي اقتصادية في دوائر الجهد العيل النقطة التانية يغلب استخدامها في الاحمال الصغيرة المتزن اخد بالك من الكلمتين دول علشان في توصيلة تانية مش هتنفع في الاحمال الصغيرة المتزن هنا النقطة التالتة يمكن الحصول منها على اكثر من قيمة للجهد يعني ايه بقى واحد فاهم كده يفتكر معايا يقول لي الكلام ده قلناه في الباب الاول وقلنا انه من ضمن مميزات توصيلة النجمة الحصول على طرف رابع فاكرين طرف الحياد او النيوترال فاكرينه كنا بنقول ان باستخدام الطرف ده اقدر احصل على في فيس 1 في فيس 2 في فيس 3 اللي هو جهد الوجه للتلات اوجه او الجهد على التلات اوجه صح كده وكان اني اقدر اقيس من ال ال واحد للان يبقى كده اداني وجه لكن من ال واحد ل ال ال اتنين ده اداني جهد مين برافو عليكو جهد الخط علشان كده بنقول ان من مميزاتها الحصول على اكثر من قيمة للجهد وده بسبب ان كان فيه امكانية الحصول على طرف رابع اللي هو طرف الحياد او النيوترال طيب عيوبها عيوب توصيلة النجمة عيوب توصيلة النجمة قال لي ان اهم فيها او من ضمن عيوبها المهمة انه يسبب سلك التعادل متاعب لو انا موصلتوش بشكل جيد نشوف مع بعض كده رقم واحد يقول لي يسبب سلك التعادل متاعب اذا لم يوصل جيدا بالارض طمام كده يعني ما تعملوش اردي كويس النقطة التالتة لا تستخدم في الاحمال الغير متزنة واخد بالك احنا قلنا توصيلة النجمة نجمة بتستخدم في او بتستخدم مع الاحمال الصغيرة المتزنة يبقى هنا ما بتستخدمش مع الاحمال الغير متزنة طيب ظهور التوافقية التالتة للموجة الجيبية ودي التوافقية التالتة دي بتبقى تشوهات في الموجة الجيبية هل أنا عندي طريقة تفديلي الكلام ده هل عندي طريقة تانية توصيلة تانية تفديلي التشوهات الموجة الجيبية عندي وده هنشوفه في توصيلات اللي بيبقى فيها احد الملفات دلتة او توصيلة الدلتة دلتة طب انا عندي مشكلة دلوقتي ظهور التوافقية التالتة السؤال هنا بيقول ايه ما هي المشاكل المترتبة على ظهور التوافقية التالتة للموجة الجيبية وقلنا التوفقية التالتة دي بتسبب لي تشوه في الموجة الجيبية تمام وتشوه في موجة القوة الدفعة الكهربية يبقى نشوف رقم واحد عدم ثبات الجهد على أطراف الملف الثانوي دي مشكلة المشكلة التانية تشوه الموجة الجيبية للجهد تمام كده طيب المشكلة التالتة تداخلات مع خطوط التليفون والتليغراف يعني بيحصل انه تلاقي كده الشوشرة في التليفون وفيه صوت وش كبير في التليفون ده بسبب ان التوصيل او فيه التوصيلات اللي موجودة توصيلة نجمة او النجمة نجمة طيب النوع التاني توصيلة دلتا دلتا وتوصيلة دلتا دلتا دي قلنا ان احنا هنوصل الملف الابتدائي والملف الثانوي على شكل دلتا وقلنا شكل دلتا ده اللي هو الشكل المسلسي يعني في توصيلة النجمة كنا بنجمع نهايات الملفات ونجمعهم في نقطة صح كده وكان بيبقى كده وصلته نجمة على الملف التاني كمان جمعنا اطراف بداياته في نقطة وبقت توصيلة نجمة طيب في توصيلة الدلتا قال لي لا ده انت في توصيلة الدلتا بقى نفتكر اللي درسناه في الباب الاول في انظمة التوصيل قلنا ايه ان طريقة توصيل دلتا بيتم توصيل افتكرها كده توصيل نهاية الملف الاول مع بداية الملف التاني ونهاية الملف التاني مع بداية الملف ايه التالت ونهاية الملف التالت مع بداية الملف الاول يبقى كده عملنا شكل دلتا بالملفات اللي موجودة عندي صح كده عملنا شكل مسلسي للملفات اللي موجودة طيب ده هيبقى في ملف واحد يا مستر؟ لا طبعا احنا قلنا ان الطريقة اسمها دلتا دلتا يبقى اللي عملته في الملف الابتدائي هو اللي هيتعمل فيه الملف الثانوي نشوف مع بعض هنشرحها ازاي وترسمها ازاي ونسبة التحويل هنا بيقول لي انه في هذه الطريقة توصل او يتم توصيل الملف الابتدائي دلتا ويوصل الملف الثانوي دلتا وتكون زاوية الوجهة خلي بالك زاوية الوجه ورقم المجموعة في النجمة نجمة هو نفسه في الدلتا دلتا تمام وتكون زاوية الوجه صفر حيث يكون او رقم ورقم المجموعة اتناشر او صفر طب نسبة التحويل نسبة التحويل هنا بيقول لي نفس نسبة التحويل ان واحد صحي كده على ان اتنين اللي هو عدد لفات الملف الابتدائي على عدد لفات الملف الثانوي يساوي جهد الملف الابتدائي على جهد الملف الثانوي طب الشكل يا مستر نرسمه ازاي افتكر كده زي ما قلنا بص كده ده الملف ايه او الملف الاول حنقول ده الملف الابتدائي الملف الاول فيه اهوة او الوجه الاول خدنا نهايته مع بداية التاني ونهاية التاني مع بداية التالت ونهاية التالت مع بداية الاول ودول أطراف الدخل للملف الابتدائي الملف الثانوي نفس الفكرة نهاية الأول صح كده مع بداية الثاني ونهاية الثاني مع بداية الثالث ونهاية الثالث مع بداية الأول وبالتالي يديني ثلاث أطراف برضو دول أطراف الخارج أو خارج المحول لأطراف الملف الثانوي تمام مميزاتها ايه مميزات توصيل الدلتا دلتا مميزاتها طبعا اقتصادية عند الجهود المنخفض الطريقة دي ما ينفعش نستخدمها عند الجهود العالية طيب ايه تاني قال لي تخمد فيها التوافقية التالتة للموجة الجايبية فاكر دلوقتي لما تكلمنا في توصيلة النجمة نجمة وقلت لك عندي مشكلة فيها انها بتظهر التوافقية التالتة للموجة الجايبية وقلت لك لما نروح لتوصيلة الدلتة او اي محول خرجه دلتة حيفديلي المشكلة دي فهنا بيقول لي تخمد فيها التوافقية التالتة للموجة الجايبية طب الخطوة او الميزة التالتة يمكن استخدامها عند الاحمال الكبيرة وكمان ايه الغير متزنة لانه كانت نجمة نجمة بتتوصل مع الاحمال او بتستخدم مع الاحمال الصغيرة والمتزنة فقط هنا احمال كبيرة وغير متزنة علشان لما نبدأ لو جالي وقال لي قارن بين التواصلتين تمام كده؟ عيوب الدلتة دلتة عيوب توصيل الدلتة دلتة قال لي لا يمكن الحصول منها على اكتر من جهد ليه يا فندي؟ افتكر كده مع بعض ليه ما مقدرش احصل منها على اكتر من قيمة للجهد الاقي واحد فاهم يقول ايه؟ ماهنا يا مستر ما عنديش طرف حياد ما طلعتش منها بطرف رابع برافو عليك يبقى انا وقت ما هعمل طرف رابع وده مش هينفع الا في توصيلة النجمة هو اللي قدر احصل على طرف رابع يبقى في الحالة دي اقدر احصل على اكبر من قيمة للجهد ولكن في الدلتة احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الملفات بتتوصل بشكل مسلسي هو في نقطة تجمع مشتركة لا مفيش طب الاطراف هتاخدها ازاي؟ لما شفنا على الرسم قلنا ايه؟ هاخد رؤوس الدلتة هي اطراف الدخل للملف بكل بساطة هاخد رؤوس الدلتة هي اطراف الدخل للملف سواء الابتدائي او الملف السنوي هي اطراف الملف تمام كده؟ يبقى انا عندي من عيوب توصيل الدلتة دلتة لا يمكن الحصول على اكثر من قيمة للجهد وده بسبب اني ما عنديش طرف رابع او طرف الحياد النقطة التانية نشوف مع بعض لا تستخدم في التوزيع وذلك لعدم وجود طرف الحياد يعني ايه التوزيع؟ اللي هي ما بتبقاش يعني الاعمدة اللي موجودة عندنا في الشوارع تمام؟ مش دي اعمدة خاصة بتوزيع الطاقة الكهربية او نقل الطاقة الكهربية وهي اللي بتغزي المنازل والمنشآت العامة والصناعية والسكنية يبقى دي خاصة دي هتكون متصلة نجمة علشان بيبقى وده انت بتشوفه في الشارع عندك العمود اللي موجود قدام البيت او الشارع عندك بيبقى فيه تلات اسلاك وفيه واحد رابع تحت الرابع من تحت ده هو خط الحياد او طرف الحياد او انه خط التعادل النيوترال اللي موجود فيه توصيلة النجمة علشان كده الاعمدة اللي موجودة في الشوارع ما بتستخدمش فيها توصيلة الدلتا لان توصيلة الدلتا لا تستخدم فيه التوزيع ليه؟ لانه ما عنديش طرف حياد سؤال مهم والله ممكن يجي يقول لي في الامتحان علل لا يمكن استخدام توصيلة الدلتا في توزيع الجهود الكهربية او توزيع الطاقة الكهربية ها؟ سؤال علل لا يمكن استخدام توصيلة الدلتا دلتا في نقل الطاقة الكهربية او توزيع الطاقة الكهربية ليه؟ لعدم وجود طرف حياد مش هقدر اخد جهد وجه. صح كده? مش هقدر اخد جهد وجه. يعني ما عنديش طرف حياد. دي نقطة مهمة نركز فيها برضو واحنا شغالين. طيب توصيلة النجمة دلتا. نقلب بقى احنا كنا شغالين نجمة نجمة و دلتا دلتا. هنشتغل بقى النظامين مع بعض في محول واحد. التوصيلة بتقولي ايه? نجمة دلتا. التوصيلة دي هيتم توصيل الملف اللي ابتدائي بطريقة النجمة. تمام كده يا شباب? والملف الثانوي بطريقة الدلتا. ها? واضحة? يبقى الملف الابتدائي طبعا خلاص فهمنا توصيلة النجمة بنعملها ازاي? وتوصيلة الدلتا بنعملها ازاي? يبقى الملف الابتدائي متصل نجمة والملف الثانوي متصل دلتا. وهيكون هنا زورة الوجه بتكون مية وخمسين درجة او تلتمية وتلاتين درجة. ورقم المجموعة خمسة او احداشر. تمام? طب نسبة التحويل. نسبة التحويل هنا يا مستر لانها متغيرة. هقول لك لان انا عندي نوعين من انظمة التوصيل. عندي جهد جهد نجمة وعندي جهد دلتا. لو تفتكر فاكر الجزر تلاتة علشان الدلتا. ها? فاكر كده جهد الخط وجهد الوجه. لما كنا بنقول جهد الوجه يشوي جهد الخط مقسوم على جزر تلاتة. فافتكر الكلام دوت علشان انا ما عنديش الطرف الخرج ده متوصل دلتا. يبقى لازم اخد بالي ما فيهوش جهد وجه. ده كله جهد خط. تمام? يبقى الفي واحد على الفي اتنين تساوي جزر تلاتة ان واحد على ان اتنين. تمام كده? طيب. مميزات توصيلة نجمة دلتا. هتلاقيها قريبة قوي من مميزات توصيلة دلتا دلتا. ليه? لان الخرج هنا دلتا. ملف الخرج كله دلتا. بص كده اول ميزة. برافو. يبقى احنا هنا قلنا ايه? بتخمد فيها التوافقية التالتة وتعمل على استقرار نقطة الحياة. تمام كده? يبقى التوافقية التالتة بتخمد ليه? علشان الخرج دلتا. خد بالك. علشان. تقول يا مستر ما هو? الملف اللي ابتدائي داخله نجمة. هقولك يا حبيبي ركز. خرج المحول دلتا. تمام? يبقى الخرج انا التوافقية اللي هتبقى فيه اخمدت ليه? لانه التوصيلة دلتا في الخرج. طيب النقطة التانية. تستخدم في محولات الخفض لتغزية المحركات السلاسية الاوجو المتزنة. يبقى دي كده مميزات توصيلة نجمة دلتا. عيوبها. عيوبها عندي لا يمكن الحصول منها على اكتر من قيمة للجهد. ليه? الخرج دلتا. تقول يا مستر ما هو فيها نجمة في الملف اللي ابتدائي. هقولك برضو ركز الخرج دلتا. خد بالك من الكلام ده. تمام? هتلاقي المميزات والعيوب بتاعتها ماشية مع طريق التوصيل دلتا دلتا. ليه? خرج المحول دلتا. فبالتالي هتلاقي المميزات والعيوب هي اغريبة من بعضها. لا يمكن استخراج طرف رابع من الملف الثانوي. هي هي. صح كده? ليه? انا ما قدرتش احصل على طرف اكتر من قيمة للجهد. ليه? بسبب اني ما قدرتش اطلع التوصيلة دي ما بتطلع عليهش طرف رابع او طرف الحياة. طيب. الطريقة اللي بعد كده دي طريقة التوصيل هنا دلتا نجمة. والطريقة دي هنا الملف اللي ابتدائي هنوصله دلتا. وزي ما قلنا توصيلة الدلتا فهمناها مع بعض خلاص. والملف الثانوي هيتوصل بطريقة النجمة. تمام? طيب الطريقة دي زاوية الوجه فيها ايه? قال لي انه هنا بيتم توصيل الملف اللي ابتدائي دلتا والملف الثانوي نجمة. وبرضو خد بالك زاوية الوجه هي هي. تمام? هي هي. مية وخمسين درجة او تلتمية وتلاتين درجة. يعني الخطوة بتاعتها او المجموعة رقم المجموعة بتاعتها هيبقى خمسة واحداشر او احداشر برد. ونسبة التحويل هنا ان واحد على ان اتنين اه في جزر تلاتة تساوي الفي واحد على في اتنين اه طب ليه هنا مستر الجزر تلاتة بقى تحت عندي ها? ليه بقى تحت عندي? لان جزر تلاتة بقى موجود تحت عندي هنا علشان ها? برافو عليكم الملف الخرج او الملف الثانوي متصل نجمة. علشان ملف السانوي متصل ايه? نجمة. طيب. مميزات توصيلة دلتا نجمة. برضو هتلاقينا بنتكلم فيها انها نفس مميزات او شبيهة بتوصيلة النجمة نجمة. تستخدم بقصرة في توزيع القدرات الكهربية. زي ما قلنا هي الاعمدة اللي موجودة عندك في الشارع هتلاقيها دايما جاية من شبكة التوزيع متصلة او خرجة من محول متصل الملف الخرج بتاعه او ملف الثانوي متصل نجمة. ما هي الملف الاسلاك او الموصلات اللي على الاعمدة مش هتتوصل نجمة. ده هي بيبقى جايبة من محول ملفه الثانوي نجمة. تمام يا شباب? تصلح للاحمال المتزنة وغير متزنة. طيب استخراج طرف رابع والحصول على أكثر من قيمة للجهد يبقى دي طريقة لأن الخرج هنا يا شباب نجمة لأن الخرج معايا نجمة لا أثر للتوافقية التالتة لا أثر للتوافقية التالتة برضو ليه؟ لأن عندي ملف موجود متوصل دلتا بكده انتهى وقت حلقتنا النهاردة إن شاء الله أو بعون الله فهمنا مع بعض طرق التوصيل لملفات المحول الكهرابي قلنا نجمة نجمة دلتا دلتا نجمة دلتا ودلتا نجمة وكمان عرفنا أنواع القلب الحديدي من حيث الدائرة المغناطيسية وكمان عرفنا استخدام القلب الحديدي أو وظيفة القلب الحديدي تجميع المجال المغناطيسي في دوائر أو بشكل دائري وحمل الملف الابتدائي والثانوي وقلنا ليه بيفضل القلب الحديدي يكون شكله مستدير تمنياتي لكم جميعا بدوام النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته